صباح الخير على حراكي الدكتور صباح النور على حضرتك وعلى مشاهدين حضرتك الكرامير أهلا بك خليني في البداية أسأل حضرتك هذا الفيروس، فيروس كورونا المستجد أو جائحة كورونا هي الأخطر على مستوى العالم للبشرية ولا ما نقدرش نقول أنه هذا الفيروس هو الأخطر على العالم كله هو العالم من قديم الأزل وهو أعتاد من فترة إلى أخرى أنه كان بيحصل فيه أوبئة يعني على مر التاريخ فيه موجات من وباء الطعون اللي اجتاحت البشرية، وباء الكوليرا الحمد لله طبعاً دي أمراض بكتيرية وبقى ليها علاجات ناجزة وما بقيتش تسبب أوبئة بالصورة الكبيرة ولا بينتج عنها الوفيات الضخمة اللي كانت بتظهر قبل كده لأن فيه أوبئة كان بتقضي على مثلاً عشرة أو عشرين في المئة من سكان العالم طبعاً في العصر الحديث كان فيه الوباء بتاع الإبولة اللي كان في غرب أفريقيا وإن كان ما انتشرش فيه العديد من الدول إلا أنه كانت معدلات الوفيات منه كانت 45% من المصابين فدي طبعاً كوفيات هو مرض أخطر سر خطورة وباء الكورونا المستجد أو الكوفيد نعينتين أن حضرتك أنه ما سابش دولة ما ظهرش فيها يعني حضرتك إما بنتكلم على 40 مليون إصابة على مستوى العالم وأكتر من مليون حالة وفاة فلا ده وباء عالمي يتطلب تدافر كافة الجهود تحت ما ظلت منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية وجهود وطنية من كل الدول بلا استثناء طيب معظم الأطباء أو العلماء لما سيجي تتكلمهم في تفاصيل تتعلق بهذا الوباء على وجه التحديد أو هذا الفيروس يقولك حتى الآن مفيش حد بيجزم أنه عنده معلومات صحيحة مؤكدة يعني كل ما يحدث في العالم هو اجتهادات ليقلوا على مقل الوصول لقاح لوصول التكوين الجيني لهذا الفيروس هل هو يعني لسه نقدر نقول لا مفيش حقائق مؤكدة هو دي طبيعة الأمراض المستجدة يعني فيه أمراض متعارف عليها في الدنيا حضرتك عارفة بتشخصيها إزاي عارفة العلاجات الاسبيسيفيك أو المخصصة لمعالجتها إنما مرض مستجد يعني معناه إنه هو العالم لم يعتاد عليه التركيب بتاعه مش واضح تمام الوضوح الموقف الوبائي بتاعه مش متضح فطبعا يعني إحنا عرفنا كتير عن الفيروس بتاع الكورونا المستجد وما زال هناك الكثير اللي يعرف عنه وده طبعا هيعرف يعني في الفترة القديلة القادمة باستحداث لقاح إن شاء الله ناجز ما هو أن أنا بعمل لقاح ضد الفيروس إن شاء الله يا فندم يكون الفخر يعني هو العديد من الدول بتعمل ده يعني واللي حاجة اللي بتسعدني كمواطن مصري إن مصري ما اكتفتش إن هي بتواجه الجائحة على المستوى الوطني لأ مصري كليها بروتوكول علاج بيتم تحديثه وبنشاركه مع الدول الأخرى عشان يستفيدوا منه مصري من الدول اللي شاركت في الكلينيكال ترايلز أو التجارب الكلينيكية بتاعة اللقاح فدي طبعا حاجة بتقول والمعونات اللي قدمت إلى عديد من الدول الجوار والدول الصديقة والشقيقة فده بيقول لأ مصري يعني حتى في إطار الرياضة الصحية يعني الحمد لله بتتراوك نعرف إن شاء الله فيه أخبار مباشرة بالخير بس يعني إحنا مش هنستبقها